السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الله يبال فيك للا سارة الله يخليك سيدا الدكتور بريك نطرح لك واحد جيش الاسئلة مرحبا واحد فيما يخص مثلا كانت اعلمون بعد اختار فيما جامعه وكذا لك اوتوماسيقون كانوا نبقوا في الغيظة نعم فالتاليك يسعد اننا نمشي عند الشخص نفسه ونقوله بمغ تابيك فيك نعم ففي هذه الحالة كيفش خاصني نتعامل يه السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله طبعا في المجامع عادة المجامع الناس مجتمعين العائلة في مناسبة من المناسبات او اصدقاء او خرجة اه مهم هناك الجمع الناس اللي كي تجمعوا بعضيتهم كتلقى دائما كيوقعوا في واحد الخطيرة امر خطير وهو الغيبة الغيبة والنميمة لكي يسموها الناس اه فاكهاتو المجلس المجلس منكوش كن عن الطعم خاص الى ما كشفيه الغيبة والنميمة خسنا لا بدنش بدو السيرة دير فلان او فلانة ونقوم في اللول بالذكر بعض اموره ثم دون ان نشعر كالقودخن الخصوصية ديالو ثم دون ان نشعر بدأنا نجرح في كرامته هذه غيبة ونميمة خطيرة جدا وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لنا بان من اسباب العدب ديال القبر اسباب عدب القبر هو الوقوع في الغيبة والنميمة حتى انه مر على قبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير فقال اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة لكي دير النميمة يستعد لعدب القبر واش عاد نستعداد باش نتحملوا لعدب ديال القبر الجواب طبعا لا لا احد منه يستعد لذلك فعلينا ان نمسك السنتنا معاد نجبل لما سأل النبي الكريم قال لها امسك عليك لسانك قال لها او نحاسب على حصائد السنتنا فقال اتاكلتك امك يا معاد وهل يكب الناس على وجوههم الا من حصائد السنتهم كل خرجاليه واللسان ديالو شحمل واحدة بخرجاليه واللسان ديالو خص النساء ربي تكلمه قال لك على النساء لا ينبغي ان يتلامسنا بالالقاب ولا ان يتذاكرنا في بينهن بالغيبة والنميمة اللسان خطير جدا صارك تسأل الى قدر الله قع ماذا افعل واش غمشي عندك الانسان يسمح لي اتكلمت فيك لا اذا مشيتي عنده قلت لي غتكوب الزيت في النار وغتعد واحد الشجار وخصام وغير ذلك وانما يكفي سيدنا النبي سوف الشريعة الاسلامية غنتعرفوا انشان الله هنا كان في القرآن الكريم غنتعرفوا على خصوصية الشريعة الاسلامية من اللي تكلمنا الشريعة اليهودية والشريعة النصرانية غنصح للمشيجين الشريعة الاسلامية تمتازوا عن بقية الشرائع كلها باش؟ باليوسر الشديد يكفي اننا إذا وقعنا في الغيبة والنميمة قبل ان نقوم من المجلس كندروا كفارة المجلس ما يكفارة المجلس؟ ان نقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كان قولة لات مرات تتحات عنك دلوبك كما يتحت الورق ليبس عن السشر ولا تعود ولا تعود يكفي كان دير كفارة كفارة المجلس ثم كان استغفر الله تعالى على قدر ما أستطيع حتى يطمئن قلبي ترجمة نانسي قنقر